حي ممكن لو هنكلم عن أكتر شيء هذا الكيان الإسرائيلي هي بارع فيه هو الفكرة التزييف الحقائق وتزوير التريقين حتى بقى كمان دلوقتي مؤخرا بالفعل قدرنا إحنا بإعلمنا وسرديتنا العربية قدرنا أن إحنا فعلا نوضح الحقيقة قدرنا نحكي حكايتنا ودي ممكن كانت من الضربات الموجعة اللي وجهت لهذا الكيان واللي ما كانتش متوقعة تبعنا كشف الحقائق تبعنا فعلا كشف حتى محاولات تهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة اللي بدأت من عشرات السنين لكن دايما كانت القيادة المصرية قادرة على إفشال هذه المخططات وزي ما كنا منتكلم في الفقرة اللي فاتت يا شازلي فكرة المسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج وفضح هذا المخطط بمنتهى الشفافية وشرح هذا المخطط بالفعل ده وضع هذا الكيان أمام نفسه كل تأكيد طبعا هزين الكلام عن كل هذه المخططات الفاشلة حتى اللحظة مع ضفنا دكتور جمال شقر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر لنورنا يا دكتور سبع الخير فانت سبع الخير لا أنا محضرتك تحية للشهداء غزة الحقيقة طبعا وتحية للشعب العظيم الصامد وإن شاء الله من أصر للحق والعدل يعني إن شاء الله دي ليست المحاولة الأولى للحديث عن التهجير لكن بكل تأكيد كان فيه محاولات سابقة بداية القصة جات إزاي لأنا عايزة أقول لحضرتك حاجة لأنه أنا تأثرت جدا بالحلقة اللي قدمتها قبل كده وطبعا إحنا بنتابع الفيديوهات هذا الكيان كيان إرهابي يعني يجب أن نؤكد على إنه كيان إرهابي وإنه هذا الإرهاب منذ إعلان قيام هذه الدولة في وقتصابها لفلسطين وأتذكر إن الوصائق المصرية والبريطانية وغيرها بتشير إلى تسميم الأبار في الثلاثينيات لإبادة الشعب الفلسطيني ثم بعد ذلك عمليات زبح قرى بالكامل قبل حتى إعلان قيام الدولة أو هذا الكيان بعد كده عندنا قصص لمذابع كثيرة وقرى يعني ممكن أعدي لك عشرات من المذابع فاللي بيحصل في غزة هو مختلف في النوع لأنه غطرست القوة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للمصر فمصر في القلب من هذه الأحداث ومنذ ما قبل إعلان أيضا قيام هذا الكيان مصر علاقتها به القدس وعلاقتها به فلسطين علاقة وثيقة جدا وممكن يعني أبادر فأقول لحضرتك أن هذه العلاقات بتبدأ في مرحلة التاريخ القديم يعني تاريخ مصري القديم لكن خلينا في عمليات التهجير والطمع في سيناء الطمع في سيناء والضغط على مصر ومحاولة استقطاع سيناء من مصر وحاولات قديمة للحية لكن الحركة الوطنية المصرية في التاريخ الحديث والمعاصر بتقب بالمرصاد زي بالضبط من موقف الرئيس عبد فتاح السيسي أنه لا حديث حول مشروع تبادل الأرض أو حول مشروع استقبال أشقائنا الفلسطينيين لأنه ده وفقا للرؤية المصرية معناه تصفية القضية الفلسطينية طبعا قبل حتى بازل أنا عايز أقولك فيه ممحاكات من العناصر اليهودية المتطرفة لمحاولة استيطان دير سانت كاترين أو بالقرب من دير سانت كاترين وفي أزهانهم كمان العريش والعريش كانوا يطلقون عليها العريش الفلسطينية بحيث أنهم عايزين يكونوا دولة هنا قبل فلسطين ففي ممحاكات ومحاولات استيطان خفيفة كده لكن كان الرهبان في دير سانت كاترين بيلجأوا للدولة العثمانية فكان سلاطين العثمانيين بيطردوا أي حد يحاول أن يجي يمت دير سانت كاترين أو في شب الجزيرة سيناء قبل بازل قبل تيودور هيلتر ارتزل ما يعمل مؤتمر الصيون الشهير فيه عيون على مصر أيضا في محاولة لإقامة هذه الدولة في العريش في المنطقة حوالي 620 كيلو متر في هذه المنطقة طبعا أساطير وتراطية وأكذيب والطوراء أساسا فيها تزيف أساطير حول سيناء وأهمية إقامة الدولة في سيناء فلسطين مؤجلة لأنه دي أرض المعاد ولو راحوا فلسطين يبقى عدة 80 سنة مش أكتر وتنتهي الدولة اللي هيأسسوها احنا قربنا على 80 على فكرة هم عندهم معقدة من العقد التامن دي تحديدا احنا قربنا على 80 هوت فهي الفكرة كلها أنه هو محاولات الضغط على مصر ومحاولات قديمة طبعا هرتزل قبل هرتزل فيه بول فريدمان وعلى فكرة المخترحات هم ما بينسوش حاجة هم فيه أهداف زي من النيل للفراط كده وبعدين الظروف الموضعية لا تناسب أنه هم ينفزوه طي أجلوها لكن لا تلغى خليسي أسأل بقى حضرتك يعني زي ما حضرتكم بتكلم عن تي دور هرتزل وطبعا مؤسس دولة إسرائيل كان فيه قبل ما يختاروا فلسطين كدولة لإسرائيل كان بالفعل فيه مقترحات لدول أخرى تمام أعتقد كانت أوجندا الأرجنتين وهو يعني هي أوجندا لكن في الخرائط البريطانية الموثقة هي كينيا مش أوجندا لكن احنا يعني من الأخطاء الشائعة أنه دايما نقول أوجندا لكن هي في الوثائق وفي الخرائط الوثائقية هي كينيا كينيا والأرجنتين أشكرك على تصريح هذه المعلومة وتم في الأخر وقع الاختيار على الأراضي الفلسطينية قبل فلسطين بقى العريش العريش الشهير دا اللي بيشتغلوا فيه مش بعيدة عن السرعات الدولية كمان لكن خلينا أقولك أنه هو فكر في الخط دا عشان تضرب قناة السويس وفكر في توصيل 5 مليار حوالي 5 مليار متر مكعب 100 أسفل قناة السويس للدولة اللي هو تصورها اللي هي دولة العريش دي أو معن العريش لما بيجي هيرتزل بيبعث صحفيين هنا يجلسوا نبض مصر هل هتوافق على التنازل عن زي المنطقة الحركة الوطنية المصرية حتى الانجليز طبعا رفضوا دا دا يضروا به هو حتى الرد جيه كده أنه حيتم إفقار الفلاح المصري المياه اللي هتروح ديه لسينة أو لإسرائيل يعني للكيان المزعوم ومش هيتم إفقار الفلاح المصري بس كمان هتتأثر قناة السويس فرفض المشروع لكن بيصر هيرتزل قبل المؤتمر أن يجي مصر ولما يجي مصر 1903 لا تقبل اقتراحاته ويرجع تاني يرجع يعلم بقى قيام الدولة أو استهداف فلسطين نفسها والمؤتمر عارفينه وبرتوكولات حكماء صهيون معروفة ونرجع بقى نعاني من خلق هذا الكيان في الشرق على أرض حبيبة واختصابها اللي هي أرض فلسطين إحنا لو مشينا هنلاقي محاولات استخطاع فلسطين عبر تاريخنا المعاصر محاولات مستمرة محاولات لم تتوقف وهنا يمكن لو خصينا هذا الكيان هنجد 56 مثلا بعد 48 هنجد أنه هم بعد الإنذار السوفيتي والإنذار البريطاني وفشل العدوان السلاسي وخروجه من مصر بنجد أنه بريطانيا بتخرج وفرنسا بتخرج لكن إسرائيل بتقعد في تيران وصلافين عشان خاطر عايزة تمر من خليج من مضيق تيران ممحكة كده وتقعد في المكان ده لغاية ما بتخرج 57 لو عدينا روحنا قفزنا بعد كده هنجد الممحكات مستمرة ولذلك كانت المؤامرة الكبرى في 67 والمؤامرة الكبرى في 67 أمريكية أمريكا المنحازة لرببتها إسرائيل وهذا المصطلح قديم كرر أكثر من مرة في الكتابات العالمية وفي الكتابات المصرية وعباس العقاد الشهير استخدم هذا التعبير وداشئ بشع أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون بهذا الانحاز اللي احنا بنشوفه الآن فحايزة أقول أنه المؤامرة في 67 انتهت باحتلال سيناء بالفعل لكن الشعب المصري والجيش المصري عنده عقيدة سابتة اللي هي الأرض كالعرض وبالتالي ما فيه شبر واحد ممكن نستغنى عنه لأي حد فكانت حرب الاستنزاف وكان حرب اكتوبر 73 وتم استرداد سيناء هل توقفت المؤامرات المؤامرات لم تتوقف حتى بعد كام بديفت وبعد معاهدة السلام وعشان كده يطلع لنا تصورات تبادل الأرض يطلع لنا يجر ايلاند بالصفقة القرن ويطرح علينا الفكرة الأديمة ما هو المنطقة دي في دماغهم أديمة لكن أديمة كإقامة دولة ليهم هنا في العريش لكن دلوقتي احنا نتكلم عن تهجير الدولة دي فاندم لم يقعنا الحدود هذا الكيان لم يقعنا الحدوده ولما كانوا بيحاولوا مع عبد الناصر أنه يعمل معاهدة أو سلام كان دايما يستخدم هذا التعبير أنه إيه الكيان ده وفين حدوده فما فيش حدود حتى الآن حتى الآن الحدود هي الحدود التي يمكن أن يصل إليها هذا الكيان وبالتالي من النيل للفراط وليهم بقى يعني أساطير طوراتية حول مدين وحول الجدة وجزء من العجاز وحول شبه جزيرة السيناء اللي هو من النيل للفراط صحيح ويؤسفني إن أنا أقول لحضرتك إنه الآن بيحاولوا تطبيق ده والعنف اللي موجود في السيناء ده كله مرتبط بحاجتين يعني مرتبط بالفكرة بتاع من النيل إلى الفراط ومرتبط بمخاض ميلاد نظام عالمي جديد والصراعات اللي إحنا شايفين عشان كده يعني إحنا بنثمن سياسة الرئيس عفتاح السيسي لأن النظام العالمي فيه ضباب فيه ضبابية إنت ما تعرفش مين مع مين ولو قامت أي حرب إخلامية ما تعرفش التحالفات ممكن تبقى إزاي والتاريخ علمنا إنه ممكن التحالفات تكون صادمة يعني يعني ممكن لا تستبعد أبدا ده على سبيل التصور يعني إنه لو قامت حرب إخلامية أنا ممكن تلاقي روسيا مع أمريكا لا تستبعد أبدا يعني في التحالفات الدولية طبعا إنت عشان كده الرؤية الضبابية دي أثناء في لحظة ميلاد منظم عالمي بتدفع تمانها غزة بيدفع تمانها الفلسطينيين دكتور حضرتك تحدث إنه إسرائيل يعني هي الإبنة البكرة للبناء المتحدة الأمريكية طبعا كان في تصريح لجو بايدن قديم جدا وحتى يمكن قرروا مؤخرا إنه لو لم تكن هناك إسرائيل هل تعتقد إنه مؤخرا انقلب السحر على السحر هو طبعا يعني شخصية مستفزة وشخصية يعني بتعلن على الملأ الانحياز وده شيء قديم إحنا عارفين إن الولايات تعالى الأمريكية منحازة لكن سياسات المتخبطة دي ويمكن عايز أقول لحضرتك إنه صادم صادم الشعوب صحيح يعني كلام وصادم للشعوب لماذا نتكلم عن النظم والحكام لكن الحركة الشعبية العالمية الآن دي مؤثرة جدا وفي صالح القضية الفلسطينية رجعت القضية الفلسطينية إنسانيا على مستوى العالم رجعت تظهر والكل ينادد بالمجازر وبحرب الإبادة وإن كان تأثير دولوقتي دكتور جمال قوي وعنيف على الشعب الفلسطيني لكن ده أحيى القضية مرة تانية نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جمال شكرا أستاذ تاريخ الحديث والمعاصر شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا شكرا